أعجب والله من هؤلاء السياسيين الذين هم في العراق مثلا وهم كلهم يجري على ألسنتهم ذكر علي والتغني بعدل علي عليه السلام ينبغي أن يقال لهم أفأنتم تنضون على منهج علي الآن بربكم أأنتم على منهج علي بن أبي طالب أدولتكم هذه التي عثتم فيها فسادا بما فيها من رشا ومحسوبيات وسرقات ومنكرات هذه دولة منهج علي عليه السلام هذا هو عدل علي بن أبي طالب إنكم تكابرون ما أنتم من علي ولا علي منكم حاشاه وإن زعمتم أنكم شيعته أنتم شيعة كذبة دنيويون أنذال لو عدتم أو عاد بكم الزمان إلى يوم صفين أو إلى عهد علي بن أبي طالب عليه السلام لخنتموه وذهبتم إلى معاوية طلبا للمال كما فعل عقيل وكما فعل هؤلاء الأراذل وكما فعل النجاشي نفسه فإنه بعدما أقام الإمام عليه السلام عليه الحد هرب إلى معاوية وباع دينه لمعاوية وطفق يهجو أمير المؤمنين عليه السلام هل رأيتم هذه النذالة؟ كان بالأمس القريب ينظم الأشعار في مدح علي عليه السلام وأهل البيت وهجاء معاوية والأمويين وإذا به ينقلب مئة وثمانين درجة فيمدح معاوية والأمويين ويهجو أهل البيت لماذا؟ لأنه لم يتحمل صرامة علي بن أبي طالب وعدله فكم من نجاشي بيننا اليوم وكم من عقيل بيننا اليوم وكم من ابن عباس بيننا اليوم وكم من خائن رذل وكم من دنيوي رخيص تعيس استعملوا آلة الدين للدنيا